إذن مشاهدين وفي موضوع آخر اغتنم وزير الخارجي الجزائري رمطان العمامرة فرصة تووجده بولاية وهران التي تحتضن ندوة رفعة حود للسلم والأمن في إفريقيا والتي تختتم أشغالها يوم غد وذلك من أجل زيارة ملعب وهران الأولمبي الجديد الذي يعد من المنشآت التي ستكون معنية باحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط السنة المقبلة زيارة العمامرة تأتي أياما فقط بعد التحفظات التي تضمنها البيان الأخير للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط وذلك حول تقدم الأشغال لتكون بذلك الزيارة الوزارية الثانية بعد زيارة وزير الشباب والرياض الجزائري عبدالغزاق سبقاق